موسيقى موريس تليت مصارع عالمي من أفضل عشر مصارعين في التاريخ واحد من أضخم الرجال في العالم وهو الغول أو صاحب الوجه الملائكي كما كان يحب أن ينادى بالملاك البريء موريس تليت المسارع الروسي الذي عاش قصة حب قوية مع الفنانة ليلى مراد وأهدها أصر بأمريكا ولكنها رفضت الزواج منه فأصر على تقبلها قبل سفره من مصر زار موريس القاهرة وأثناء تواجده في مصر أصر على مقابلة الفنانة الكبيرة الرحيلة ليلى مراد وتم تحديد المقابلة حتى يلتقي فنانته المحبوبة وكان اللقاء يجمع بين السلاسي أنور وجدي وليلى مراد وموريس ذكرت بعض التقارير الصحفية أن موريس عرض الزواج على الفنانة الرحيلة ليلى مراد وأهدها قصر بمقر إقامته بأمريكا إلا أنها رفضت جميع عروض الزواج فما كان من المصارع الفرنسي موريس إلا أن يصر على تقبلها وبالفعل قبلها ثم أعطى قبلة للنجم الكبير الراحل أنور وجدي من هو موريس تليت؟ هو مصارع معروف تواج مرتين كبطل للعالم للوزن التقيل من قبل رابطة المصارع الأمريكية ولد في 23 أكتوبر عام 1903 تعود أصوله إلى روسيا والدته كانت مدرسة والده كان يعمل مهندس في السكة الحديدية والبحرية الفرنسية ولكنه انتقل وعاش في فرنسا واشتهر باسم الملك الفرنسي انتقل موريس برفقة عائلته إلى فرنسا بسبب الثورة حيث استقروا في باريس كانت والدته تطلق عليه لقب الملاج بسبب وجه الملائكي عانى منذ طفولته من أصدقائه والمجتمع بسبب تورم في قدمه ويديه والتي شخصت بأنها مرض ضخامة الأطراف وهو ورم حميد على الغدة النخامية يتسبب في فرط نمو العزام وسمكته احترف موريس المصارع الحرة وحصل على العديد من البطولات أبرزها بطولة رابطة المصارع الأمريكية عامي 1942 و1944 وأطلق عليه لقواته وضخمته شكله الغول ولكنه كان اللقب المفضل له هو الملاك موريس هو الشخصية الحقيقية للفكرة الكارتونية الشهيرة شوريك رحل عن عالمنا المصارع العالمي موريس تيجيت في 4 ستمبر عام 1954 ودفن فيه مجبرة العدل في ليوتانيا القريبة من شيكاغو عن عمر ناهز الواحد وخمسين عام ترجمة نانسي قنقر